بعض الأشخاص دلوقتي بيصوروا حياتهم الشخصية والأسرية وبيزعوها على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة أو الربح هل المحتوى اللي بالشكل ده أو الأرباح اللي بتنتر عنه مخالفة للشريعة؟ هو في الحقيقة أنه سيدنا النبي تكلم عن زمن سيأتي فيسلب الله عقول أهل ذلك الزمان ويبدو أننا دخلنا في بداياته هذا كلام يعني خارج منظومة التعقل والحكمة العلا في هذا هو أننا نجعل النشاط سابقا للتفكر ونجعل النشاط هو الأساس في حين أن التدبر والتفكر والنظر وبناء الأمور ثم بعد ذلك النشاط هو الأساس يشير إلى هذا عبد الواحد يحيا وأن هذا من بلاء العصر عبد الواحد يحيا يمكن مات 1950 من 74 سنة فاتت ينبه على هذا تنبيها شديدا احنا بنعمل كده دلوقتي بنستجيب لكل هيعة وميعة من أجل ربح من أجل شهرة من أجل قضاء وقت اللي هو بنسميه اللغو ولذلك ده يعني مخالف للتعقل مخالف للتفكر ترجمة نانسي قنقر